حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعبي بن مالك الأنصالي عن أبيه وابن نمير عن هشامين عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعبي بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعاما فلعق أصابعه حدثنا وكيع عن أسامة ابن زيد عن الزهري عن ابن كعبي بن مالك أن جارية لكعب كانت ترعى غنما له بسلعا فعداء ذئب علشات من شائها فأدركتها الراعية فذكتها بمروة فسأل كعب بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها حنا وكيع حدثنا زمعة عن الزهري عن ابن كعبي بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو ملازم رجلا في أوقيتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أيضا عنه الشطر قال الرجل نعم يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أدي إليه ما بقي من حقه حان عبد الرحمن عن سفيانا عن سعدي عن ابن كعبي بن مالك عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاثة من الطعام حدثنا أبو معاوية حدثنا حجاج عن نافع عن أبن كعبي بن مالك عن أبيه أن جارية لهم سوداء ذكت شاطا لهم بمروة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره بأكلها حدثنا عبد الرحمن عن سفيانا عن سعدي عن عبد الله أو عبد الرحمن بن كعبي بن مالك قال عبد الرحمن هو شك يعني سفيانا عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرعي تقيمها الرياح تعدلها مرة وتصرعها أخرى حتى يأتيه أجله ومثل الكفر مثل الأرزة المجذية على أصلها لا يقلها شيء حتى يكون إن جعافها يختلعها أو أن جعافها مرة واحدة شك عبد الرحمن حدثنا روح حدثنا أبن جريج قال أخبرني ابن شيهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعبي بن مالك أن كعب بن مالك لما تاب الله عليه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا إن الله لم ينجني إلا بالصدق وإنا من توبة إلى الله أن لا أكذب أبدا وإني أن خلع من مالي صدقة لله تعالى ورسوله فقالا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فإنه خير لك قال فإني أمسك سهمي من خيبر حتى إسماعيل قال أخبرني ابن عوين عن عمر بن كثير بن أفلح قال قال كعب بن مالك ما كنت في غزاة أيسر للظهر والنفقة مني في تلك الغزاة قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أتى جهاز غدا ثم ألحقه فأخذت في جهاز فأمسيت ولم أفرغ فقلت أخذ في جهاز غدا والناس قريب بعد ثم ألحقهم فأمسيت ولم أفرغ فلما كان اليوم الثالث أخذت في جهاز فأمسيت فلم أفرغ فقلت أيها تسار الناس ثلاثا فأقمت فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الناس يعتذرون إليه فجئت حتى قمت بين يديه فقلت ما كنت في غزاة أيسر للظهر والنفقة مني في هذه الغزاة فأعرض عني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس الناس أن لا يكلمون وأميرت نساؤنا أن يتحولن عنا قال فتسورت حائطا ذات يومين فإذا أنا بجابر بن عبد الله فقلت أي جابر نشهدتك بالله هل علمتني غششت الله ورسوله يوما قد تقال فسكت عني فجعل لا يكلمني قال فبين أنا ذات يومين إذ سمعت رجلا على الثنية يقول كعبا كعبا حتى دنا مني فقال بشروا كعبا حسنا حجاج حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن أبن شيهاب عن أبن كعبي بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم أن كعب بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فسبح فيه ركعتين ثم سلم فجلس في مصلاه فيأتيه الناس فيسلمون عليه حسنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن ابن كعبي بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من غزوة تبوك ضحا فصل في المسجد ركعتين وكان إذا جاء من سفر فعل ذلك حسنا علي بن إسحاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن ابن كعبي بن مالك عن أبيه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني من تبوك فصل في المسجد ركعتين وكان إذا قدم من سفر فعل ذلك حسنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شيهاب أن عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعبي بن مالك حدثه عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعبي بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصل فيه ركعتين ثم جلس فيه وقال ابن بكر في حديثه عن أبيه عبد الله بن كعبي بن مالك عن عمه حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن ابن كعبي بن مالك قال قالت أم مبشر لك عبي بن مالك وهو شاك اقرأ على ابني السلام تعني مبشرا فقال يغفر الله لك يا أم مبشر أولم تسمع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المسلم الطيل تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة قالت صدقت فأستغفر لها حدثنا سعد بن ابراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شيهاب قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أنه بلغه أن كعب بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن إذا مات طائر يعلق بشجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه الله دثنا محمد بن إدريس يعني الشافعية عن مالك عن ابن شيهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المسلم طائر يعلق بشجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا أراد سفرا إلا يوم الخميس حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ويجسوني ربي تبارك وتعالى حلة خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول فذاك المقام المحمود حدثنا علي بن بحر قال حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا عن محمد بن عبد الرحمن بن سعدي بن زرارة أن أبنك عبي بن مالك حدثه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذي باني جاء عاني أرسله في غنمين أفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه حان أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك حين أنزل الله تبارك وتعالى في الشعر ما أنزل آتا النبي صلى الله عليه وسلم فقالا إن الله تبارك وتعالى قد أنزل في الشعر ما قد علمت وكيف ترى فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارثي بن هشامين أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن الأسوادي بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب الأنصاري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الشعر حكمة وكان بشير بن عبد الرحمن بن كعب يحدث أن كعب بن مالك كان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا كأنما تنضحونهم بالنبل فيما تقولون له من الشعر حدثنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك الأنصاري وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم كان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثوه حثنا عامر بن صالح قال حدثني يونس بن يزيد عن أبن شيهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري عن أبيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تاب الله تبارك وتعالى عليه يا رسول الله أن خلعوا من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فإنه خير لك حنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبن أخي الزهري محمد بن عبد الله عن عمه محمد بن مسلمين الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عميا قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقال كعب بن مالك لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غيرها قط إلا في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير معاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبط حين توافقنا على الإسلام ما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وأشهر وكان من خبر حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لأني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتها في تلك الغزاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما يريد غزاة يغزوها إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزاة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عدوا كثيرا فجلال المسلمين أمره ليتأهبوا أغبة عدوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان فقال كعب فقال رجل يريد يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظل وأنا إليها أسعر فتجهز إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه وطافقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقضي شيئا فأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل كذلك يتمادب حتى شمر بالناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا فقلت الجهاز بعد يومين أو يومين يومين ثم ألحقهم فغدوت بعدما فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقضي شيئا من جهازي ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا فلم يزل ذلك يتمادب حتى أسرع وتفارط الغزو فهممت أن أرتحل لا فأدركهم وليت أنفعت ثم لم يقدر ذلك لي فاطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم يحزنني أن لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذره الله ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغت أبوك فقال وهو جالس في القوم بيت أبوك ما فعل كعب بن مالك قال رجل من بني سلمة حبسه يا رسول الله برداه والنظر في عطفيه فقال له معاذ بن جبل بئس ما قلت والله والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كعب بن مالك فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي فاطفقت أتفكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا أستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زح عني الباطل وعرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا فأجمعت صدقه وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس للناس فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فاطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم ويستغفروا لهم ويكلوا صرائرهم إلى الله تبارك وتعالى حتى جئت فلما سلمت عليه تبصم تبصم المغضبي ثم قال لي تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن قد استمر ظهرك قال فقلت يا رسول الله أني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني أخرج من سخطته بعذر لقد أعطيت جدلا ولكن هو الله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كاذبا ترضى عني به لا يوشك أن الله تعالى يسخطك علي ولئن حدثتك اليوم بصدق تجد علي فيه فيه أني لأرجو قرة عيني عفوا من الله تبارك وتعالى والله ما كان لي عذر والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله تعالى فيك فقمت وبادرت رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ظنبا قبل هذا ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المتخلفون لقد كان كفيك من ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك قال فوالله ما زال يؤمنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي قال ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد قالوا نعم لقيه معك رجلان قال ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك قال فقلت لهم من من هما قالوا مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا لي فيهما أسوة قال فمضيت حين ذكروهما لي قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنابنا الناس قال وتغيروا لنا حتى تنكرت لي من نفسي الأرض فما هي بالأرض التي كنت أعرف فلبثنا على ذلك خمسين ليلة فأما صاحبي فاستكان وقعد في بيوته ما يبكيني وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه بعد الصلاة فأصلم عليه فأقول في نفسي حرك شافاتيه برد السلام السلام أم لا ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاة نظر إلي فإذا أتفت نحوه أعرض حتى إذا طال علي ذلك من هجر المسلمين ما شيت حتى تسورت حائط أبي قتادة وهو أبن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت له يا أبا قتادة أنشودك لها هل تعلم أني أحب الله ورسوله قال فسكت قال فعدت فنشدته فسكت فعدت فنشدته فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيني وتوليت حتى تسورت الجدار فبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بطعمين يبيعه بالمدينة يقول من يدلني على كعبي بن مالك قال فاطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاء فدفع إلي كتابا كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فإذا فيه أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك عقد جفاك ولم يجعلك الله بدار هواء ولا مضيعة فالحق بنانواسك قال فقلت حين قرأتها وهذا أيضا من البلاء قال فتيممت بها التنور فسجرته بها حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتني فقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال بل أعتزلها فلا تقربها قال وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك قال فقلت لامرأتي ألحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر قال فجاءت امرأته لابن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له له يا رسول الله إنه لا لم شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه قال لا ولكن ليقربنك قالت فإنه والله ما به حركة إلى شيء والله ما يزال يبكي من لد أن كان من أمرك ما كان إلى يومه هذا قال فقال لبعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأته لابن أمية أن تخدمه قال فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أدري ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته وأنا رجل شاب قال فلابثنا بعد ذلك عشر ليال كمال خمسين ليلة حين نهي عن كلامنا قال ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله تبارك وتعالى منا منا قد داقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صارخا أو فعلى جبلي سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله تبارك وتعالى علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشرون لنا وذهب قبل صاحبي يبشرون وركض إلي رجل فرسا وسعى ساعا من أسلم وأوفى الجبل فكان الصوت أسرع من الفرسي فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبية فكسوتهما إياه ببشارته والله ما أملك غيرهما يومئذ فاستعرت ثوبين فلبستهما فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة يقولون ليهنك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد حوله الناس فقام إلي طلحة ابن عبيد الله يهروله حتى صافحني وهنأني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره قال فكان كعب لا ينساها لطلحة قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يومين مر عليك منذ ولدتك أمك قال قلت أمن عندك يا رسول الله أمن عند الله قال لا بل من عند الله قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر حتى يعرف ذلك منه قال فلما جلست بين يديه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله تعالى وإلى رسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك قال فقلت أني أمسك سهمي الذي بي خيبر قال فقلت يا رسول الله إنما الله تعالى نجاني بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت قال فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث مذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تبارك وتعالى والله ما تعمدت كذبة مذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا وإني لا أرجو أن يحفظني فيما بقي قال وأنزل الله تبارك وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا أن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا أتقوا ألها وكونوا مع الصادقين قال كعب فوالله ما أنعم الله تبارك وتعالى علي من نعمة قط بعد أن هداني أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أن لا أكون كذبته فأهلكوا كما هلك الذين كذبوه حين كذبوه فإن الله تبارك وتعالى قال للذين كذبوه حين كذبوه شر ما يقالوا لأحد فقال الله تعالى سيحلفون بالله لكم لكم إذا أنقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم أنهم رجس وما وهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين قال وكنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا فبايعهم واستغفر لهم فأرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فبذلك قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس تخليفوه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذكرى مما خلفنا بتخلفنا عن الغزو وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليه فقابلا منه حدثنا حجاج قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني عقيل بن خالد خالد عن ابن شيهاب أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعبي بن مالك أن عبد الله بن كعبي بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يحدث حدثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال كعب بن مالك لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قد طوئلا في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها لأنه إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد العير التي كانت لقريش كان فيها أبو سفيان بن حرب ونفر من قريش ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك قلت بلى يا رسول الله إني والله لو جلست جلست وعند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطته بعذر ولقد أعطيت جدلا فذكر الحديث وقال فيه إني لا أرجو عفو الله وقال فقلت لامرأتي ألحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر وقال سمعت صوت صارخ أو فعل أعلى جبلي سلع بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر قال فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالتوبة علينا حين صلى صلاة الفجر فذكر معنا حديث ابن أخي ابن شيهاب وقال فيه وأقول في نفسي هل حرك شافاتيه برد السلام حانا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن كعب عن كعب بن مالك أنه كان له مال على عبد الله أبي حدرد الأسلامي فلقيه فلزمه حتى ارتفعت الأصوات فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا كعب فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ النصفا مما عليه وترك النصف حدثنا ابراهيم بن أبي العباس حدثنا أبو إويس قال الزهري أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالا إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم يبعثه حدثنا محمد بن سابق قال أخبرنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث هو أوصو بن الحدثاني في أيام التشريق فنادي أن لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام التشريق أيام أكل وشرب حثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعدي بن زرارة عن أبن كعب بن مالك الأنصاري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ماذي باني جاء يعاني أرسله في غنمين بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه حثنا عتاب بن زياد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبن لهيعة قال حدثني موسى بن جبير مولى بني سلمة أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه قال كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمس فنام حرما عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم علم ذات ليلة وقد سهر عنده فوجد امرأته قد نامت فأرادها فقالت إني قد نمت قال ما نمت ثم وقع بها وصنع كعب بن مالك مثل ذلك فغدا عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعاف عنكم حدثنا علي بن بحر حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عبد الله ابن أخي ابن شيهاب عن ابن شيهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن كعبي بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهجوب الشعر إن المؤمن يجاهد بنفسه وماله والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده كأنما ينضحوهم بالنبل حسنا يونس قال حدثنا أبو معشر عن عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري قال دخل أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزمين على عمر بن الحكم بن ثوبان فقال يا أبا حفص حدثنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه اختلاف قال حدثني كعب بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا خاض في الرحمة فإذا جلس عنده استنقع فيها وقد استنقعتم إن شاء الله في الرحمة حسنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابني إسحاق قال فحدثني معبد بن كعبي بن مالك بن أبي كعبي بن القين أخو بني سلمة أن أخاه عبي بن كعب وكان من أعلم الأنصار حدثه أن أباه كعب بن مالك وكان كعب ممن شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها قال خرجنا في حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معرور كبيرنا وسيدنا فلما توجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينة قال البراء لنا يا هؤلاء إني قد رأيت والله رأيا وإني والله ما أدري توافقوني عليه أم لا قال قلنا له وماذاك قالا قد رأيت أن لا أدع هذه البنية مني بظهر يعني الكعبة وأن أصلي إليها قال فقلنا والله ما بلغنا بلغنا أن نبينا يصلي إلا إلى الشام وما نريد أمن خالفه فقالا إني أصلي إليها قال فقلنا له لكن لا نفعل فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى إلى الكعبة حتى قدمنا مكة قال أخي وقد كنا عبنا عليه ما صنع وأبى إلا الإقامة عليه فلما قدمنا مكة قالا يا أبن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله عما صنعت في سفري هذا فإنه والله قد وقع في نفسي منه شيء لما رأيت من خلافكم إياي فيه قال فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا لنعرفه نعرفه لم نره قبل ذلك فلقينا رجل من أهل مكة فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تعرفانه قال قلنا لا قال فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه وقلنا نعم قال وكنا نعرف العباس كان ليزال يقدم علينا تاجرا قال فإذا دخلتم المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس قال فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه جالس فسلمنا ثم جلسنا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل قال نعم هذا البراء بن معرور سيد قومه وهذا كعب بن مالك قال فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعر قال نعم قال فقال البراء بن معرور معرور يا نبي الله إني خرجت في سفري هذا وهداني الله للإسلام فرأيت أن لا أجعل هذه البنية مني بظهر فصليت إليها وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء فماذا ترى يا رسول الله قال لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها قال فرجع البراء إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل معنا إلى الشام قال وأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حتى مات وليس ذلك كما قالوا نحن أعلم به منهم قال وخرجنا إلى الحج فوعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا عبد الله بن عمر بن حرامين أبو جابر سيد سيد من سادتنا وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا فكلمناه وقلنا له يا أبا جابر أنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا ثم دعوته إلى الإسلام وأخبرته بمعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا قال فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لمعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلال مستخفين تسلل القطى حتى اجتمعنا اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن سبعون رجلا ومعنا امرأتاني من نصائهم نسيبة بنت كعب أم عمارة أحدى نساء بني مازيني بن النجار وأسماء بنت عمري بن عدي بن ثابت أحدى نساء بني سلمة وهي أم منيعا قال فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه يومئذ عمه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له فلما جلسنا كان العباس بن عبد المطلب أول متكلمين فقالا يا معشر الخزرج قال وكانت العرب مما يسمون هذا الحيا من الأنصار الخزرج أو سهاوى خزرجها إن محمدا منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على على مثل رأينا فيه وهو في عز من قومه ومنعة في بلده قال فقلنا قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت قال فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا ودع إلى الله عز وجل ورغبه في الإسلام قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم قال فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا فبايعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة ورثناها كبرا عن كبر قال فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم بن التيهان حليف بن عبد الأشهل فقال فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإن قاطعوها يعني العهود فهل عسيت أن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا قال فتبصم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بل أدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني أحرب من حربتم وأسالم من سالمتم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيبا يكونون على قومهم فأخرجوا منهم اثني عشر نقيبا منهم تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس وأما معبد بن كعب فحدثني في حديثه عن أخيه عن أبيه كعبي بن مالك قال كان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور معرور ثم تتابع القوم فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأبعد صوت سمعته قطويا أهل الجباجب الجباجب المنازل هلاكم في مذممين والصبات معه قد أجمعوا على حربكم قال علي يعني ابن إسحاق ما يقوله عدو الله محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أزب العقبة هذا ابن أزيب اسمع أي عدو الله أما والله لا أفرغن لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا إلى رحالكم قال فقال له العباس بن عبادة ابني نضلة والذي بعثك بالحق لإن شئت لنمي لنا على أهل منا غدا بأسيافنا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أمر بذلك قال فرجعنا فنمنا حتى أصبحنا فلما أصبحنا غادت علينا جلة قريش حتى جاءونا جاءونا في منازلنا فقالوا يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا والله إنهما من العرب أحد أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينه منكم قال فأن بعث من هنالك من مشرك قومنا يحلفنا لهم بالله ما كان من هذا شيء وما علمناه وقد صدقوا لم يعلموا ما كان منا قال فبعضنا ينظر إلى بعض قال وقام القوم وفيهم الحارث بن هشامي بن المغيرة المخزومي وعليه نعلاني جديدان قال فقلت كلمة كأني أريد أن أشرك القوم بها في مقال ما تستطيع يا أبا جابر وأنت سيد من سادتنا أن تتخذنا عليني مثلا علي هذا الفتى من قريش فسامعها الحريث فخلعهما فخلعهما ثم رم بهما إلي فقال والله لتنتعي لنهما قال يقول أبو جابر أحفظت والله الفتى فاردد عليهنا عليه قال فقلت والله لا أردهما قال والله صلح والله لأن صدق الفأل لا أسلبنه فهذا حديث كعبي بن مالك عن العقابة وما حضر منها ترجمة نانسي قنقر